بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فهذه كليمة عجلا قبل أن نتحدث في ليلة النصف من شعبان ألا وهي الاستعداد لأيام الله سبحانه وتعالى فالله تعالى له خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص الاستعداد يكون بصفاء القلب المعاصي هذه الخلاص منها بالتوبة أما التعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى ولا سيما في هذه الأيام المباركة فيكون بصفاء القلب وعدم الشحناء أما ما جاء في هذه الليلة من أحاديث وماذا يجب ويستحب أن نفعل فيها فهذا سنرجعه إلى لقاء قادم إن شاء الله قريب إن شاء الله ربما يكون اللقاء الذي يعقب هذا من الأحاديث التي جاءت في هذه الليلة عند البيهق في شعب الإيمان قال إن الله سبحانه لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن المشاحن هذه الشحنات الشحنات السوء أفرغها من قلبك فإذا ما كانت تجاه أولياء الله فأنت على خطر عظيم إذا ما كانت تجاه العلماء الراسخين في العلم والراس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت على خطر وكذلك إذا ما كنت مشاحنا للمسلمين فأنت على خسار لذلك نصيحتي لكم وإنفسي أولا وأبدأ بنفسي فأقول بالنسبة لي سامحت كل مسلم من أهل القبلة حتى ولو كان مبتدعا هذه المرة حتى لو كان من أهل البدع عادة يعني أنا أسامح أهل السنة والجماعة هذه المرة كل أهل القبلة سامحتهم عسى أن يسامحنا الله سبحانه وتعالى ونرجو لهؤلاء الذين أساءوا إلينا من خارج دائرة الإسلام أن يعودوا إلى الإسلام نسأل الله لهم ذلك وسندعو لهم إن شاء الله في تلك الليلة بهذا ونسأل الله جل جلاله لأولئك الإخوان الذين يسيئون إلينا من دائرة أهل القبلة أن يردهم الله إلى أهل السنة ونسأل الله جل جلاله لأولئك الذين يسيئون إلينا من دائرة أهل السنة والجماعة حسدا أو شهوة أو سوء تفاهم أو أي شيء أسأل الله لهم العافية وأسأل الله لهم أن يزيح ما في قلوبهم من هذا من الغل الغل هذا إذا كان للعلم أو للدين أو غيرة لله والله مطلع على السرائر فإن الله سيزيله ونزعنا ما في صدورهم من غل هذا الغل الذي ينزع يوم القيامة أسأل الله أن ينزعه في الدنيا قبل الآخرة وأشهد الله تعالى وملائكته وحملة عرشه وجميع خلقه وجميع العالم من إنسه وجنه أني قد سامحت جميع المسلمين وجميع أهل لا إله إلا الله حبا بالله جل جلاله وحبا بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من لا يحب رسول الله فليس مسلمة أصلا هذا أو على خطر عظيم إذا كان حبه فيه زغل سامحنا الجميع وأطلب منكم أن تسامحوا الجميع وهذه كلمة عجلة ثم نتكلم في لقاء قادم إن شاء الله تعالى عن هذه الليلة وكيف كان يحتفل بها الصالحون والأولياء والحمد لله قد أدركناهم واحتفلنا معهم كيف كان يحتفل بها الأولياء الصالحون أهل الله تعالى أهل النور الذين ورثوا عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والنور معه كيف كانوا يفعلون ما نشاطهم في تلك الليلة ما هو فضل تلك الليلة هذا سيكون موضوع اللقاء القادم إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم